السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس لهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شو بير ديزل اليوم الحصة تعنا وين غادي نتكلموا وين ديلور يفتتح عدد التهديف يعني في معانا ديه شعنا كيفاش اليوم وين عليكم بللي هادف واحد في فرنسا في الدوريات الخمسة الكبرى يعادل 50 هدف في الخالج هادف واحد يعادل 50 هدف تمدلوا ركيمير كي بنت تعدلوا 50 بنت في الخالج وفي شمال افريقيا فانك كي بنت واحد في الدوريات الخمسة الاوروبية تتعادل 50 هدف هذي باش يكون على أباكم برك خاد شهدنا الناس كما صعوا فلان يقول لا قلنا لكم فلان غادي يقول لي وهذا ما غاديش يقول لي هذا ما غاديش يقول لي غين هالكاميرون تخيلوا تخيلوا أحدكم قلعوا بلايلي وديلوا ديلور في ذي كل لقطة تعليه يضربها برا هاي تخيلوا أحدكم برك تخيلوها تخيلوا ديلور براسة في بلاسة في بلاسة راخو كسموه في بلاسة بدران بدران الشبكة خاوية كلش خاوي قلتوا وفيتوا لي حط راسل أو دعمي واللي قلوبنا طيرتهم من أو دعمي قلوبنا طيرتهم وامتتع اللعاب الدولي الجزائري أندي ديلور يوم الأحد عدده تهديفه مع فريقه نيس الفرنسي ضمن مباراة الجولة الثانية من الليك وتمكن ديلور من تسجيل الهدف فريقي الأول في شباك ستراسبورغ في الدقيقة الخمسة وثلاثين من عمر المواجهة عن طريق ضرب الجزاء وان شهدنا وان ستراسبورغ وانتهت المباراة بهدف لهدف شهدنا الدخول عطال وبيلال براهيمي في الشوط الثاني المهم احنا يظروف من ما زال اللعب ما زال كما ذاك بيلال براهيمي كما عطال بوداوي ره صحراه مبليسي كو غيو قد مبليسي بوداوي مليحا وكشف قناص ديلور يعني في تصريحات إعلامية سابقة أنه سيكون حاضر في تربص المنتخب الوطني جزائي المقبل وأوضح أن ديلور أنه طاوية صفحة خلاف بينه وبين الناخب الوطني وأنه سيكون تحت تصرفه مستقبلا يما كانت هي خلاف الإسرات يعني من ديلور تعرضة لمؤامرة من داخل المنتخب الوطني الجزائري وشهدنا وانت عرب اللي كانت كاين مؤامرة وكانت كاين تكتل ضد ديلور يعني انهالي بن عمري وحده خرجه لعائل وحده لعائل في الناس قالوا انتم ما كيفاكم تقولوا ديلور والثانية والله والثانية الجزائر الجزائر لقع الناس تسال فيها ولي كيبناصون لقع الناس تسال فيها تحزمين التاعكم انتم ما ولا كي هاوكور وحده كوب ديمون هاوكور وحده هاوكور وحده هاوكور وحده ويقرر المدرب عدم استداء ديلور المنتخبات أن طلب منه يعني هي تطلب منه من المشاركة من هذي 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 غيزية دا هي غيزية دا بلت وانبرر ديلور مطلبه برغبته في ظف بمكانة أساسية مع فريقي النيس الذي انتحق به الموسم الماضي قادما من نادي مونفلي وشهدت المواجهة مشاركة لاعبين منتخب الوطن الآخر بيلان براهيمي ويوسف عطال اذ دخل الأول في الدقيقة 68 والثاني بيلان براهيمي لدخل مكان آمين جويري في الدقيقة 76 أما متوسط ميداني يشاب بداوي بقد كان خارج القائمة 18 حيث لا يزال يعاني من الإصابة في الظهر وشهدت قائمة تواجد الحارس المنتخب الوطني الآمان يعني طايدي بولهندر في اللقاء عرف مشاركة الأولى للحارس أبد الماركي العملاق يعني شمايكال قادما من ليستر سيتي ويشير إلى أن مواجهة انتهت بالتعادل إيجابي هدف في كل شبكة وهو التعادل الثاني على التوالي لتشكيلة المدر الفافار يعني ويحتل الفريق الرباعي الجزائري المرتب 11 مؤقتا بنصيد نقطتين بعد مرور جولتين من الدولة الفرنسية ما زال لعب ما زال لعب وديلور وديلور ما زال ديلور ما زال نحتاجه ديلور نحتاجه بلما لعب السخار قد كلها نحاوشه لازم نهرب من هذه خليجة تعال لعبة مع الخليج لازم مكاش مع الخليج هذه كيفية صعبتنا أنه محر محر يصبح ألف مرة يصبح بيض يعني كي لعبات على الخالج يبقوا لعبات على خالج غادي ما يتبدلوس لعبات على خالج يقولوا لعبات على خالج الناس برك يشوفوا باللعابة هذو غادي يقول لك لقد عاد من بعيد مكان لا بعيد لا قارب أنا أقول لكم سبب يعني أنا نهضر على ليكيب ناسيونار سبب عدم التأهل يعني مكان لا خيانة داخلية لا خيانة خارجية عندما سبب عندما تلغيم عندما تم تلغيم المنتخب بجماعة الخالج وتونس وأصبح المستوى من مستوى هؤلاء اللاعبين لأنهم ليسوا كل لعاب ينشط في الخالج بمستوى لعاب يعني كانوا مقبلوا الله وهذا كان معيار استدعاء هؤلاء اللاعبين وأصبح المنتخب سوسيال من هبى ودبى يستدعى وهذا من أجل أخذ صيفة لعاب دولي ويرضي به ويرضى بالاحتيار لأنه يعلم أنه ليس له ما كان في المنتخب والعكس لو تم استنجاد بلاعبين من مستوى الأول المحترفين يكون لحال منتخب أفضل ويبقى مستوى مستقر للأسف بعد خراب مارطة بدأوا يفكرون في لعبين مزدوجي الجنسية هذه هي ما اللي نقوله بلي اللي هي هي السبب الإقصاء نقولها ونعودها نعيار سبب الإقصاء المدرب يعني هو الأول والآخر سبب الإقصاء المنتخب الوطني الجزائري هو سبب الإقصاء يعني بلا نعمل سبب الإقصاء منه يقول لك منه يقول لك منه يقول لك منه يقول لها السبب الإقصاء المدرب هذا صح أنا أحرب من الحقيقة ولا صح حقيقة ليس له أصحاب الوجوه القبيحة هذه هي أو يقول لك هو أقول لك أقول لك لك أكبر هذا هو دخوله يعني ما تعرفون دخوله أعرف شكاية أصحاب آيدي واسخة هذا هذا في اليوتيب هذا أصحاب آيدي واسخة هذا يعني ساما مستلعة من طرف أصحاب آيدي واسخة هل بوشكار ذلك مخنث هذا آيدي واسخة أصحاب وجوه القبيحة لا يحشوه اليوم يقول لك تلعب ونساء الله يقول لك هؤدي كومش كما الضربات تعبون الجاح هذاك بلحي هذاك مخنث هذاك أي خابيث هذاك يا ضربون الجاح البارسة الناس قالوا له بونجاح ما رعش يدير فيديو ش قالوا قالوا من الله كين جزائري اللي فرحوا بونجاح ما رعش ياودي بونجاح ما تصلوا بيه ما قالوا موه ما قالوا من الله الناس كلهم فرحت ما كيس لي فرحوا اتحاجي وتفك تكذبو كذبة وتأمنوها انتو ما تكذبوها وحدكم انتو ما تكذبوها وحدكم هذا ممكن على ذلك نقول لكم ياودي اليوم منتخب وطني بسبب الدعاية تتوعكم والكذبة تتعكم موه شو جمهور الجامعية الحقيقية موهش تبغي تسمى تسمى حاجة صح نعم خلال حاجة صح نعطي حاجة كلماتها صح موهش تكذب علي وتكذب عليهم بها تقولون انتو ما تكذبوا وحدهم انتو ما تكذبوا حياته تحصل في الناس رب يكيين ويكون سوف يكون تكذب سوف يتنكشف لا يتنكشف لا يتنكشف لا يتنكشف سوف يتنكشف سوف يكون جمهور سوف يتعطيه سوف يأعطيه كلمة حقيقية كائناه مكاسر لا يتعذب فيها لا يتعذب فيها الذي أمنكم لا يتعرفون وما أمنه يقول لك وين سوف يتعاود في الطوالات يقول لك سوف يتعاود في الطوالات معاودة في الطوالات هذا مكاد هيا ديلو الرهولة حسبولو حسبولو ولم تنساوا اعطونا اشياء كومنتر وبرتاجونا الفيديو وربي يحبثكم باش ديما يوصلكم جديد اخبار وكل جديد شاء الله